موسيقى زين أهلا وسهلا بكم مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام عزيزي المشاهد لتيأس أمام العقبات فمهما بدت صعوبات الأيام هناك يوم أجمل قادم بإذن الله يحملك الحظ السعيد لا تكبل رغباتك خلف جدران الحزن فالأحزان لا تضاع الأفراح تفائل لتتخطى كافة الصعوبات تفائل هذا لأن التفائل هو الطريق الحقيقي للسعادة ومساكم سعادة بإذن الله إذن عزيزي المشاهد فلا تنزعج ممن يتنكرون لوجودك أو لشخص وضعك في زاوية تفكيره لا تحزن مهما بلغ حجم الحب الذي تحمله لهم هذا لأنك تدرك ذاتك تدرك أفكارك وواقع قدراتك مهما كان قربك منهم اجعل تقديرك لذاتك يفوق كل المعاني وضع أهدافك ورؤيتك لتصبح على طريق النجاح أكيد مساء الخير والطيبة والمحبة مساء يليق بكل من يتابعنا اليوم في هذه الأمسية وخصوصا اليوم يوم الخميس نهاية الأسبوع فتكون الأمسية مختلفة بنهاية الأسبوع فالجميع ينتظر هذه الإجازة حتى يكون في راحا بعد أسبوع مكلل بالإنجازات والنجاحات فيكون نهاية أسبوع تجمع للأهل لأيضا مراجعة كل الأمور وأخذ النفس لبدء أسبوع جديد حافل بالإنجازات والجميع تستثمر كل لحظاتك طبعا بعد من مسيك كذلك على السادة المشاهدين ونسي عليك بعد مريم على يعني وقع هذا اليوم الجميل اللي دائما ما نتغنى بيوم الخميس نهاية الأسبوع إلا أن العلاقات الاجتماعية اللي تفضلت فيها والعلاقات الأسرية هي اللي دائما ما ننادي فيها سواء كان يوم الخميس أو كان يوم الجمعة أو كان كذلك يوم السب لكن الجميع ينترى يوم الخميس وما ودى يوم الخميس يمشي ودى أن نهاية الأسبوع توقف يعني هذا يمكننا لاحظ الفرق اللي كان أول اللي كان يدرسون يعني الجيل السابق اللي يدرسون في أيام كانت الخميس بالنسبة لهم والجمعة والسب تبدأ المدرسة فعلا كان يوم الجمعة بس إجازة يوم الخميس هذا يوم لا يمكن التنازل عنه يعني يدوم فيه أجمل الأوقات وأجمل الساعات وأجمل اللحظات نعم ونبدأ بالعناوين مع مشاهدنا الكرام دبل حصن تزهو بعروض المسرح الثنائي اليوم إذن مسرح ثنائي من أصعب المسارح اللي تتغنى فيها المنطقة الشرقية وكذلك دبل حصن هذه المدينة الفاضلة اللي دائما ما تزيد على الواقع الفني الموجود في إمارة الشارقة من حيث استقطاب عدد من هذه العروض المسرحية خمسة عروض مسرحية من مختلف الدول وأحدها الإمارات وكذلك فلسطين والمغرب وأغيرها من هذه الدول ستكون إن شاء الله حاضرة في هذا المسرح أو في هذا المهرجان إذن عنوان التالي من حلقة تحديث المسا إدارة شرطة المنطقة الشرقية تطلق مبادرة مدينتنا مسؤوليتنا نعم أكيد في هذا الخبر أو في هذا العنوان التناول اليوم في المسا إدارة شرطة المنطقة الشرقية تطلق هذه المبادرة وحقيقة دائما هذه إحدى من أو سلسلة من سلاسل المتتابعة من المبادرات التي تقدمها إدارة شرطة المنطقة الشرقية التي دائما تهدف إلى توفير الأمن والسلامة سواء للمنطقة الشرقية أو أي جهة أمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة فهم من يسعون دائما إلى تقديم الراحة وهم من قد نقول عنهم الجنود المجهولين لقد ننام ونغفل وأعيننا آمنة ولكنهم أعينهم مفتوحة وسهل تسهر على راحتنا نعم نعم ننتقل معكم مشاهدين الكرام إلى عنواننا الآخر أول عازف إماراتي لآلة الروك الموسيقية إذن اليوم مريم معنا ضيف أعتقد من الوجوه الشابة الإماراتية اللي دائما ما نفخر بمثل هذه الوجوه والغريب والعجيب أنه له قصة مع عددنا الآلات اللي قبله أعتقد اليوم بيخبرنا عن ما يتعلق بيالبيانو وكيف أنتقل إلى ما يسمى بالغيتار وأعتقد إن شاء الله اليوم الإضافة الموجودة هي صورة من صورة الشباب المتيقظ واللي عنده همه وعنده تطلعات وإذا الصوت الآن يوصل لضيفنا اللي بيكون معنا إن شاء الله في الستيديو نقول الله يعطيك العافية وإن شاء الله اليوم الدقائق هذه والثواني تسجل في تاريخك الفني أكيد ورق إماراتي هذه إضافة جديدة أيضا المزيج جديد فأيضا راح نشوف نتعرف على هذا المزيج وأكيد مشاهدين راح يتابعون حلقتنا اليوم حتى يشوفون هذه الإضافة والمزيج المميز ما شاء الله عليك وصلنا للروك يا مريم أعتقد عندك خلفية موسيقية ليس بسهلة لا والله مش الخلفية الكثيرة ولكن أكيد ضيفنا راح يحدثنا عن الروك يعني أنا خلفتي بسيطة ولكن ما راح نحرق الموضوع لمشاهدين راح نتابع الفقرة مع ضيفنا إن شاء الله يا سلام جميل عندك موضوع الحلقة اليوم مريم يهتمون دائما بالعلاقات يقطعون الأميال سفرا ويكتبون أيضا وينتظرون بالشكور من خلال الرسائل وأحيانا سنين ينتظرون فيها فقط لانتظار الجواب طبعا لا يفرطون بهذه العلاقات أما اليوم نحن قد لا نحتاج إلا ضغطة زر من خلال الجوالات أو الهواتف ولكن نستصعب أيضا التواصل مع الأرحام والأصدقاء فبالتالي اليوم العلاقات الاجتماعية سعيد أتوقع مهمة في حياتنا اليوم الإنسان لا يعيش بعيد عن المجتمع هو جزء من المجتمع وما يقدر يقول اليوم أنه سأعيش منعزل عنهم أنا مثلا مكتفي بهذه العلاقات لكن لا بد أن يتواصل معهم بأي طريقة لأنه يظل الإنسان هو جزء من هذا المجتمع جميل وأتوقع يمكن البعض يقارن بين الجيل السابق والجيل الحالي ما يأخذ بعض الاعتبار بعض الظروف المتغيرة على سبيل المثال مريم مثلا الدراسة النظامية ليس قبل أن أصبحت موجودة فالأم والأب مطالبين كذلك ما يتعلق بتدريس أبنائهم وتفريغ جزء من هذه الأوقات بالأول كان الرجل هو اللي يعتاد على عمل خارجي مثلا سواء الصيد أو ما يتعلق بالغرافة أو غيرها من المهن المتعددة أما اليوم حتى المرأة أصبحت عندها دوام وبعضهم يصل إلى أزود من ثمان ساعات فلا نحمر الجيل الحالي مثل صورة الجيل السابق أنا أقول صحيح اللب الموضوع يتعلق عنه بالتواصل والهدف الجميل اللي دائما نريد أن يتحقق بين الأجيال وبين كذلك الأسر وغيرهم من الشاب أن يكون فيه عندنا حرص وأهمية على العلاقات لكن بدون جلد للذات وبدون تحميل الجيل الحالي أنه والله أيام قبل كان التواصل موجود هذا بالعكس خليها تكون بدل ما يقولون تلعن الظلام لا حاول أنك تحور كلامك إلى شكل إيجابي تقول الجيل هذا فيه خير لكن لو حرصوا إن شاء الله على ما يتعلق بالتواصل الاجتماعي ولو بالطرق الإلكترونية ما يمنع يعني إن رتما نقول اليوم أو هذا الجيل ما يلم بممكن صعوبة التواصل أكيد وسائل التواصل متوفرة مثل ما ذكرنا ممكن بضغطة زر أن تتواصل مع الجميع ولكن مع أيضا ضوطات الحياة وأيضا ممكن حياة صارت متسارعة الرجل يعمل والمرأة تعمل ممكن سابقا كانت أيضا البيوت متقاربة والبيت الكبير بعد الأسرة الممتدة البيت يعني أسرة الممتدة بيت كبير فيه أكثر من عائلة موجودة في بيت واحد فالتواصل سهل طول الليل وطول النهار نعم أما الآن صارت البيوت كبيرة اتباعدت حتى بالمسافات صار أيضا يمكن المشاغل كثيرة بالنسبة للزوجة والزوجة والأبناء أيضا دراستهم صارت يعني من الصبح لحد المساب فبالتالي ما نلوم الجيل الحالي هل فعلا يعني نقدر نقول وسائل التواصل صارت متطورة أكثر ولكن بالمقابل في ضغوطات زادت فبالتالي الكفة ما صارت متوازية نفس سابقا طيب سألك لانا ما يتعلق بالتواصل الجديد يعني من الواتس أب أو مثلا غيره بس موضوع الواتس أب يعني هل أنت تقتنعين بالرسالة التي وصلك بالواتس أب مثلا تهنية معايدة أو غيرها هل تجدين مثل الصوت أو مثل الحضور طبعا لا في اختلاف نعم أكيد اختلاف يعني من خلال الرسالة أنت اليوم ما تقرأ حتى انطباع المرسلك هذه الرسالة غير من خلال الاتصال أو الصوت إذن وصلني أنا بعد الصوت الآن وسامة لا بد أن ننتقل للأخبار ونتوقع الصوت الآن وصل لكم في أهمية العلاقات والتواصل بين الأجيال الجميع إذن ننتقل معكم على وقع الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي والخبر الأول خولة الملة أمينا عاما للمدلس الأعلى لشؤون الأسرة أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المدلس الأعلى لشؤون الأسرة قرارا إداريا بتعيين سعادة خولة عبد الرحمن الملة أمين عاملية المدلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة بدرجة رئيس دائرة جاءت توجيهات سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي إيمانا منها بأهمية تشجيع المرأة وإبراز القيادات النسائية التي تعمل باستمرار نحو الارتقاء بالمجتمع وكذلك تفعيل دور الكفاءات الوطنية عبر قيادة المؤسسات الوطنية والاستمرار بحصد المسيد من الإنجازات المشرفة لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة وتعتبر سعادة خولة الملة إحدى القيادات النسائية البارزة على مستوى الدولة والتي قدمت صورة مضيئة لدور المرأة الإماراتية في العمل البرلماني وبترأسها للمجلس الاستشاري بالشارقة منذ تأسيسه وحتى عام 2019 في الميلاد نعم أكيد بهذا الخبر اليوم سعدنا حقيقة لأن هذه المرأة جدا معطاءة محبة للخير للجميع أعطت لسنوات طويلة مثل ما ذكر بالخبر كانت رئيسة للمجلس الاستشاري منذ نشأة هذا المجلس أعطت بكل حب وكل خير لكل المجتمع ومتواضعة جدا سعيد يعني كل من يتعامل معاها يعرف هذه الصفة في سعادة خولة الملة فكونها اليوم تم تعيينها في هذا المكان أعتقد أن هذا تعيين صادف أهله فهي خير لهذا المكان أتمنى لها إن شاء الله التوفيق وهي أيضا مساندة للمرأة في جميع المجالة ليس فقط المرأة ولكن أيضا هي دائما داعم للمرأة سواء في جميع الأصعدة ما أقدر أحدد اليوم صعيد معي نعم والأسرة لذلك هذا المكان هي استحقت هذا المكان واستحقت هذا التعيين جميل خبر نعم وننتقل بالخبر التالي مع مشاهدنا الكرام مركز مليحة للأثار يقدم تجربة استثنائية لعشاق التخيم في الصحراء يقدم مركز مليحة للأثار خلال الأجواء الشتوية التي تشهدها إمارة الشرقة باقة تخيم خاصة لعشاق المغامرات الصحراوية ويوفر لهم ضمن برنامجها الترفيهي برنامج متكامل لأجواء من المتعة والمغامرات من خلال قضاء الليلة لا تنسى تحت سماء صحراء مليحة الصافية ويبدأ برنامج الباقة بزيارة إلى متحف مركز مليحة للأثار بهدف تعريف الزوار بالاكتشافات الأثرية التي يعود تاريخها إلى العصور الحجرية ثم ينتقلون إلى موقع المخيم للاستمتاع بوجبة العشاء التي تتضمن الشواء والمشروبات الغازية والحلويات لتوجهوا بعدها إلى مجموعة من المناظر الفلكية المتطورة التي تتيح لهم مراقبة النجوم والكواكب للإطلاع على أسرار وعجائب الفضاء إذن نعتقد خبر مثل هذا الخبر يعني توافق مع موضوع الليلة الذي كان عن التواصل الاجتماعي مثل هذه الوسائل التي تشوفون الآن تزيد أو تعمق التواصل بين أفراد المجتمع الواحد ومركز مليحة ومدينة مليحة ومنطقة مليحة هي تشتهب مثل هذه الآثار حتى أنهم يقولون هناك من الآثار المكتشفة لما يزيد عن سبعة آلاف سنة لك أن تتخيل سبعة آلاف سنة وجود مثل هذه الآثار فهذه المدينة بحمد الله وهذه المنطقة تزخب مثل هذه الآثار واجبنا اتجاه هذه المنطقة واتجاه هذه الثروة خلنا نقول المتعلقة بالآثار أنه ننقلها للأجيال الحالية وننقلها للأجيال القادمة بأسلوب أصلي وبطريقة فيها نوع من التحسين خلنا نقول مداخل الإدراك مثل هذه الكنوز نعم وأكيد هي فرصة أيضا لكل من حاب أن يطلع على هذه الآثار هي كمنطقة أيضا أثرية وفيها أجواء عائلية ممكن أيضا أو حتى بالنسبة للأصدقاء يأخذون جو عائلي جميل الشوي اللي قريتي فعلا شوي أو تكون أمسية تحت هذه السماء الصافية نستمتع أن تقولين الشوي نجهز لنهاية السماء سعيد فهي أمسية سعيدة أكيد لكل من راح يخوض هذه التجربة بكل تفاصيل الباقة الموجودة في هذه التجربة إذن مشاهدين ننتقل معكم إلى الخبر التالي من أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي الشارقة ليا المتاحف تدخل منافسات الأسكار ليا المتاحف في برلين ترشحت هيئة الشارقة ليا المتاحف ممثلة ببرنامج أكاديمية سوى ليا المشاركة في جائزة الوجهات الثقافية الرائدة ضمن منافسات الأسكار ليا المتاحف إلى جانب خمسون دولة أو خمسين جهة ثقافية تمثل ستا وعشرين دولة من أنحاء العالم ويشارك في حفل الجوائز الذي سيقام في الرابع من شهر مارس المقبل في العاصمة الألمانية برلين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وأسبانيا ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول وتتنافس الهيئة في عدد من المعارض منها معرض سيسترز إن ليبرتي الخاص بمتحف جزيرة إلس الوطني للهجرة في مدينة نيويورك الأمريكية وكذلك معرض أوتوالي الفنون في كندا على لقب أفضل تعاون ثقافي لعام 2020 وذلك خلال حفل الجوائز الذي سبق للندن تنظيمه لخمس سنوات متتالية نعم بهذا الخبر أيضا نبارك للشارقة للمتاحف كونها أيضا ترشحت لهذا البرنامج والمشاركة في هذه الجائزة أكيد دائما إمارة الشارقة تحرص على وجود المتاحف وخصوصا بهذا الشكل المعماري الجميل الذي يتزين فيها معظم متاحف إمارة الشارقة دائما متاحف لها دور مهم في توعية المجتمع سعيد من ناحية التراث وأيضا التاريخ هذه المنطقة وأيضا الثقافة والمعرفة فهي نقدر نقوله مستقطب للجميع سواء أهالي الإمارة وأيضا لكل من يهتم في التراث وفي المعرفة وفي التاريخ فكونها أيضا ترشحت لهذه الجائزة أتت من مشوار طويل لهذه الهيئة في دعم المتاحف وفي أيضا استقطاب كل ما هو جديد في مجال المتاحف ودائما نرى هناك أخبار جديدة لهيئة الشارقة للمتاحف بكل ما يخص المتاحف في إمارة الشارقة جميل حتى الجولات اللي قاعدين يسوونها ما يتعلق بخذ جولة وزر الشارقة حتى بالنسبة لطلبة المدارس أي فأعتقد حتى في مهرجان أضواء الشارقة كان هناك تعاون على إضفاء نوع من الجولات السياحية لمدينة الشارقة وغيرها من المناطق الموجودة وإن شاء الله هذه تكون صورة متألقة ومستمرة بإذن الله تعالى في تتويج إمارة الشارقة كمن يحمل هذه الراية من هذا الخبر سعيد نختم أخبارنا لهذا المساء ننتقل مع مشاهديننا اليوم بإذن الله انطلقت وشهدت مدينة دبا الحصن فعاليات وعروض مهرجان دبا الحصن المسرح الثنائي الذي يعنى بالأعمال التي تركز أو ترتكز جمالياتها على الصراع الدرامي بين شخصيتين فوق الخشبة يستضيف خمس عروض عربية حيث سيكون الافتتاح بمسرحية أنا معك لفرقة مسرح كلباء من تأليف جمع علي وإخراج عبد الرحمن الملة وجسدها على الخشبة الفنانين جمال الصميطي وعبير الجسمي سعيد وفي أكيد من خلال هذا المهرجان سيكون إن شاء الله الجمهور يستمتع بهذه الأجواء المسرحية إذن من الأجواء والاستمتاع التي ذكرت تهزيم التي مريم في اليوم الثاني مشاهدين ويشاهد الجمهور المسرحية المغربية عبث والتي تقدمها فرقة بصمات الفن وهي من تأليف وخراج إبراهيم ربيعة ويشارك بالتمثيل فيها أبو بكر أوملي ومحمد أوراغ وكذلك عدد من هذه العروض التي ستكون حاضرة في هذا المهرجان نعم أكيد ستقدم في اليوم الثالث المسرحية المصرية مكان مع الخنازير لفرقة كريشن وهي من تأليف آثول فوقارد وإخراج جمال ياقوت ومن تمثيل محمد مرسي وآية بدر وكذلك في اليوم الرابع مشاهدين الكرام تقدم فرقة صلالة العمانية مسرحية أحلام أبو سلامة من تأليف وإخراج المعدة الشنفري وكذلك أداء تمثيلي لكل من عبد الله مرعي وسارة فهمي وتعرض المسرحية الفلسطينية بدور والنقيب لفرقة مسرح نعم في ضمن هذه العروب المقدمة في المسرح الثنائي نعم وتستمر سعيد أيضا يستمر هذا المهرجان حتى اليوم الخامس والأخير من المهرجان وأيضا تأتي هذه المسرحية وهي من تأليف ماريو بندتي وأيضا من إخراج إيهاب الزاهد ويشارك بالتمثيل فيها رائد الشيوخي ومحمد الطيطي وأيضا سوف يشهد الجمهور إحدى هذه المسرحيات وسوف تكون إحدى هذه المسرحيات هي من المسرحيات التي سوف تفوز بهذه الجائزة إذن وسيوازي للمهرجان ملتقى الشارقة للمسرح العربي بدورته السابع عشر والمكرس لتفعيل حركة البحث المسرحي ويجيء هذه السنة تحت عنوان المسرح والخيال بمشاركة ثلّة من الباحثين والممارسين المسرحيين العرب نعم أكيد المهرجان ينطرق اليوم الخميس بهذه الحلة الجديدة من هذه السنة وأكيد سعيد مستمرين في حديث المسرحيات سننتقل أيضا لزميل المتواجد في المهرجان زميل محمد النقبي متواجد في المدينة الفاضلة لرصد افتتاح المهرجان أول في أول عروض المسرحية فخلونا مشاهدين نتابع هذا التقرير رجعين لكم موسيقى موسيقى مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام وأمسية جميلة لكل من يتابع برنامج عديث المسرحيات وأمسية ثقافية بانطلاق مهرجان دبل حصن المسرح الثنائي في دورته الخامسة هذا المهرجان يأتي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة لا شك أن هذا المهرجان ينشر النشاط المسرحي في إمارة الشارقة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص وانطلاق المهرجان بمسرحية أنا معك خلونا انتابع هذا الأرض حسن يا مفتول العضلات هاي تقريبا تقريبا أخبرني هل لدينا طعام نمسننا مجياء كم سمكة اصطدت اليوم آه سمك آه السمك آه السمك كثير والخير وفير آه أسل أسل آه أسل اسمحيني اسمحيني جيدا ها خذي جزءا من السمتي لناكله نحن ها وما يبقى منه جفف منه قليلا واتحني منه قليلا للشتاء وما يفسد منه منه عقلها للقطط المشرد ها كل هذه الكمية من الأسماك متوفرة هنا ها إذن كم سمكة اصطدت؟ آه سأزقزقك كزقزقة عصافيري لصغارها جو 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 جل أصطد سمكة وحجاجة صغيرة مشاهدين تابعنا معاكم مسرحية أنا معاك من تنظيم جمعية كلبة للفنون الشعبية والمسرح من هنا يسعدني أن أرحب بمحمد حاجي مخرج مسرحي حياك الله ويانا الله يحييك بداية خبرنا عن إقامة مثل هذه المهرجانات والله هذه المهرجانات مهمة جدا أصبحت الآن نحن في الإمارات تعطينا الاستفادة من كل النواحي سواء على المستوى الإخراج أو على المستوى النصوص أو حتى على مستوى الأداء التمثيلي كيف ترى الإقبال في أول يوم للمهرجان؟ الحمد لله الإقبال يمكن أنا تابعت هذا المهرجان من الدورة الأولى إقبال جدا جميل حتى الفئات العمرية شوف فيها صغار وفيها الشباب وفيها حتى الكبار أنا أعتقد أن الحمد لله نحن نطمن الآن على الجمهور المستقبلا إن شاء الله الجمهور المسرحي رأيك في إقامة خمس عروض مختلفة من دول عربية؟ نعم أنا أعتقد شفت جدوى العروض من الدول العربي هذا التجمع العربي يعطينا نحن تبادل الأفكار وتبادل الخبرات على المستوى المسرحي فأنا أعتقد أن هذا المهرجان راح يضيف لكل المسرحي إن شاء الله في الإمارات من خبرات جميلة ومن مستقبل جدا جميل إن شاء الله بما أنك ذكرت يضيف ما يضيف هذا المهرجان لدولة الإمارات؟ أكيد هذا المهرجان هو يمكن جزء من المهرجانات الكثيرة التي تقام في الإمارات عندها مهرجانات الحمد لله محلية وخليجية وعربية وحتى دولية فالحمد لله إحنا أصبحت الإمارات محطة مهمة للجميع المسرحيين يمكن في العالم رأيك في أول عرض مسرحية أنا معك؟ نعم أنا حضرت مسرحية أنا معك للمخرج عبد الرحمن ملة وللكاتب جمعة علي وموثلين جمال الصميتي وعبير الجسمي أنا جدا استمتع بالعرض عرض جدا جميل بما أنهم أصدقائي وأنا حاضر اليوم على أساس أن أشوف أصدقائي على الستيج بالفعل أبهرونه بإخراج بسنوغرافية بأداء تمثيلي جدا رائع كل الشكر والتقدير يعطيكم العافية إذن مشاهدين وصلنا إلى ختاب نقلتنا في مهرجان دبل حصل للمسرح الثنائي والآن ننتقل الستيديو لكم الكريمة إذن الشكر مصولي يا زميل محمد النقبي على هذه الزوايا وما يتعلق بأسرار هذا المهرجان ومسرحية أنا معك اللي يتمنى يعني المشاهدين أو المستمتعين من الجمهور قضوا فيها يعني عدد من اللحظات الممتعة إذن ننتقل معكم من ما يتعلق بالثقافة إلى ما يتعلق بالرياضة والرياضات الشهيرة في المنطقة الشرقية وفي دولة الإمارات يتجه نسبة كبيرة من الشباب مشاهدين الكرام لممارسة هواية الغوص داخل أعماق البحار لاستكشاف الأسرار المدفونة والذي لا يمكن معرفته إلا بالولوج في أعماقه ويصفها البعض بإحياء لتراث منطقة كان الغوص من أهم مصادر الرزق فيها من خلال البحث عن اللؤلو أو الصيد وتعتبر رياضة الغوص مشاهدين الكرام من الرياضيات أو من الرياضات النادرة والتي تتيح لممارسها رؤية مناظر طبيعية لعالم ما تحت الماء والذي لا يستطيع أغلب الناس مشاهدته إلا عبر وسائل الإعلام ويسعدنا أكيد مشاهدنا اليوم أن نرحب بأحد ممارسي هذه الرياضة وهو مدرب الغوص أخونا حسام أحمد سلطان يا مرحبا بك أخوي حسام وسعيدين بوجود كل يوم غوص لكن بشكل مختلف كمانا تشارك بيك أكثر سعيد يكون الله يمسك بالخير طبعا اليوم نتكلم عن الغوص الغوص بالنسبة لنا كانت مهنة الأبا والأجداد خصوصا بالنسبة للمناطق الساحلية فالغوص من المهن الصعبة لا أعتقد أن أي شخص يقدر يدخل في أعماق البحر الشخص الذي يمكن أن يكون لديه صفات ومهارات معينة مثل الصبر وعدم الخوف وعنده الجرأة أن يدخل تحت سطح الماء مثل ما قال لازم ينسعيد بالولود تحت أعماق المياه ولكن يحركون يقول هذه كانت المصيحة نتعرف لهم عن النصائح والأخطاء التي كنا نمارسها قبل نعم من أين بدأت عندك هذا الشغف بالغوص تحت أعماق المياه والله كانت البجاية طبعا من مصر يعني من فقاحة الموجم الساحلية اللي هي مجينة كالغرجاء وهي طبعا مشهورة بالمجينة السياحية يا سلام على مصر الشقيقة نعم وبعدين بجأت هنا عن طريق إشتراك في فريق الإمارات للغوص التقوعي من أكبر الفرق التقوعية في رياضة الغوص تحت أشافة كابتن آجم الرئيسي أكيد يسمعك اليوم في هذا اللقاء نعم هذه قصة الغوص بدأ الشغف من رحلة سياحية ما كان تحسب أنك يوم الأيام ستكون ماهر في هذا المجل وتدرب الآخر نعم خليتكلم الآن أستاذ حسام على ما يتعلق بالرحلات البحرية اليوم لنا حديث عن ما يتعلق بالرحلات ورحلات الغوص لكن ما يميز الرحلات البحرية عن غيرها من الرحلات على سبيل المثال عندنا في مليحة يعني رحلة ستكون من ضمن الأخبار اللي بثناها رحلة لكن متخصصة في البيئة الصحراوية إذا البيئة البحرية أو الرحلات البحرية الرحلات البحرية طبعا يعني الحاجة الجميلة اللي بنستمتع فيها أن أنت يعني طبعا مع وجود الحياة المجانية واللي انشغال بالتواصل الاجتماعي والموبايلات والشغل وكلام جاء الرياضة البحرية أو رياضة الغوص لما تقلع يعني بيكون بتفصل كماما كماما عن الحاجة آخر نعم فبيكون فيها رحلة اسكجمام واستمتاع وكل رحلة بقى انكتف قلب البحر ما فيش حكا ولا أنت مسوق خطير ما شاء الله أنت دعونا الآن لتجربة الغوص وبشكل يعني أكيد يعني إن شاء الله يكون القدرات وفق الإكانيات يا مريم نعم أكيد يعني يعني مش أي شخص مثل ما قلنا يقدر يدخل لأعماق البحر طيب مدرب يعني كيف ممكن الشخص إذا حاب أن يدخل في هذا المجال وشوف عنده هذه الهواية نعم شو الصفات المطلوبة في هذا الشخص حتى أنه فعلا يقدر نقول أنه يدخل تحت أعماق البحر أول حاجة احنا طبعا يعني الرياضة الغوص بيبقى فيه منظمات أو معاهد يعني تخصصها نعم بيكون كبع لي من المنظمات المشهورة اللي هي باجي أو اس جي اي أو اس اس اي كل منظمة بقاليها قوانين ولوائح ومعايير هذا اللي تعطي اللي سن نعم جي اللي بتسجر اللي هي شهادك الغوص فطبعا يعني بعض المنظمات بتشترك سن معين يعني بجايا كان بكتجأ من كمان سنوات جوك بيبقى لي اللي هو عمق معين ما يزيتش عن 2 متر تمام وبيكون باستحاب مجرب أو يعني نسموها دايف بروفاشنال يعني ما ينزل لوحدة تحت الماء نعم ما ينزل لوحدة تحت الماء بعكة أول العمر اللي باعك اللي هو الشهاج اللي باعك اللي هي بتبقى جونيور أوبن ووتر جي بتبقى من سن عشر سنوات وبرجك لازم باستحاب مجرب غوص أو جايب مستر مكخصص لكن أوبن ووتر يعني هذا المياه المفتوحة نعم المياه المفتوحة عقوب بقى اللي هو السن الفوق الاثناشر جاء بياخد جور عاجي أوبن ووتر وبيقدر يغوص لوحده بدون أي حاجة معايا جميل طيب زي النخوي حسام دعني نقول لك الآن سمعت منك قبل الهوت تقول أنه فيها أنواع من رحلات الغوص في منها يعني متعلق بالجانب التجاري ومتعلق بالجانب الترفيهي ومتعلق بالجانب التقني دعني نأخذ بس السادة مشاهدين على أوجه الشبه والاختلاف بين هذه الأنواع نعم طبعا الأنواع الغوص بيبقى فيه اللي هو الغوص الترفيهي والغوص الكقني اللي هو التجاري والغوص الكوميرشيال اللي هو التجاري الغوص الترفيهي اللي هو أبسطهم يعني بيسمح لعمق أقصى أربعين متر تمام وبتبقى يعني الواحد بيغوص بسكوانيك غاز اللي هو الغاز العاجل اللي احنا بنتنفسه بيكون كومبريس جئير مجغوط تمام وبتخكالي بس نسبك الأكسجين جاي منك تبقى واحد وعشرين تركيبات نعم واحد وعشرين أكسجين تسعة وسبعين نايكروجين بيبقى فيه بقى اخكلاف النسب ممكن نعلي نسبك الأكسجين أكثر ونقلي نسبك النيكروجين عشان تجينا وقت أكثر في الغوص نعم نعم يعني بوجود هذه الأدوات أكيد فيه أدوات معينة يحتاجها الغواص للنزول تحت أعماق المياه وتحت سطح الماء نعم ما هي أهم الأدوات؟ نحن نعرف دائما الأكسجين أهم شيء الأكسجين بالنسبة للإنسان تحت الماء الأكسجين ما هي أهم الأدوات هذه؟ طبعا تبقى للمعايير بكأن منظمات الغوص في المعجات اللي هو ما ينفعش تنزلي من غيرها أول حاجة اللي هي اللي بنسموها البيس جي اللي هي بيونسي كونترول جيبيس اللي هي أجاك التفوية نسموها كاب البلج اللي هو الجاكت الجاكت يعني عبارة عن الجاكت بيكلابس الواحد وبيتعلق عليه اللي هو الجاس سيليندر كمام؟ وبيبقى متوصل بـ منظمات أكسجين جي عشان يعني أن الهواء بيكون مجغوط فهي الـ بيوصل الهواء المجغوط بأقل ضغط بأقل ضغط عشان نقدر أنك نفسه بسهولة جميل ممتاز كذا يعني خناتكلم عن مدة رحلة الغوص يعني أكيد نحن ممكن نشوف بعض الأسرار متعلقة بالغوص لبعض رحلات يعني أخونا حسام اللي كان يعني على عماق مثل ما تفضلت أربعين متر وفي بعض الأرقام القياسية لكن خناتكلم الآن في أول محطة لك من يوم تنوي الغوص ومعك عدد المتدربين شو اللي تقومهم فيه؟ أول حاجة طبعاً الأمان يعني جايماً إحنا كمجاربين سيفك فرسك يعني إحنا ما نجلنش مشكلة أن إحنا نطلع ويجروب ولقينا الهواء أو الأجواء غير مقبولة أو غير أمنة فعلى كله بنكنسل الغوص عشان الأمان ده أهم حاجة نعم فطبعاً أهم حاجة من المنصلة بخلاف الأمان التجريب أن الواحد يجب أن يبدأ بأنه هو الجانب النظري جميل يجب أن الطالب يأخذ الجانب النظري ويبقى فيه مكحان ويحله وبعدها الجانب العملي يبدأ فيه مياه ضحلة اللي هو شالووتر يبقى إما في بحر مفتوح وعلى عمق يعني بيسمح للطالب أن هو يقف على رقليه فإنه يكون شيء خايف أو متوقع أو فيه مسبح شوقتنا يعني مدرب حسام أن نشوف هذه الأجواء منتابع معك بعض الصور واللقاطات من ناحية التدريب وأيضاً الغوص وكل ما يختص بالغوص سنتابع هذه الأجواء طبعاً هذه من ضمن جميل الحياة البحرية اللي ممكن إحنا ما نشوفها إلا من خلال عدسات الغواصين صحيح هذه اللي كنت معك أنا صورتها صحيح صحيح؟ أعتقد زرعيت كنت بضيع في الماء الصور غير طبعاً في مصورة في إمارة الفوجيرة جميل في سواحل مناطق الشقية نعم في منطقة اسمها قبروك وكما نرى كورا الريف شعاب أمورغانية وهي نوع من أسماك يسمى بوفر فش ما شاء الله عندنا عدية ما شاء الله حافظ الأسماك التي تذكرها ما شاء الله فريق العمل يميزوا الأسماك أنواع الأسماك وقسموا ما شاء الله الأسماك هذه أسماك القرش هذه سمكة قرش اسمها لونجي مانوس هذه طبعاً مصورة في منطقة أو مغاص مشهور جداً في مجينة مارس عالم اسمها ألفن ستون أيلنج وسميك ألفن ستون أيلنج لأن اللي اكتشفها واحد اسمه ألفن ستون واحد ألماني واحد اسمه ألفن وهي على شكل صخرة كبيرة فسموها ألفن ستون واحد ألماني هو اللي مكتشفها حسام لما تلزلون في هذه العماقة الآن بالنسبة للتصوير شو اللي تخذوا معكم هل في إضاءات مخصصة هل في كاميرات مخصصة لمثل هذه البيئة بيئة الغوص نعم طبعاً زي ما حاجاتك شايف هنا في كاميرا هي وطلع منها جرعات نعم كاميرات أنواع وبرنجات معينة وبيبقى فيها فيها لايك وفيها فيها عجسات طبعاً للتصوير اللي هو المايكرو في حاجات تصوير اللي هو من بعد وبتبقى يعني جي هواية لوحجة بخلاف الغوص هواية تصوير تحكمه نعم يعني أعتقد من ينزل غواص تحت سطح الماء هذه أنت قلت عنها يعني مدرب حسام أنه ينفصل على العالم الخارجي يشعر بنعزال نعم فشعورك تحت أعماق المياه شو الشعور اللي يخارجك دائماً لما تنزل أعماق كبيرة وفقط أمامك هذا المنظر مياه وأسماك وطبيعة أحلى شعور طبعاً أن أنك نسموها الفريفول يعني أنك كأنك طاير كأنك تعمل السكاي غايل ما تحس بوزنك؟ أين كأنك مفيش هو الغواص اللي هو بيكون شاكر ومتمرس جاب يبقى على أقول كأنه طافي كأنه ورع على المياه نعم أتوقع هذه يعني فرصة أن أيضاً يقول لنا المعلومة اللي كنا نتكلم فيها قبل الهوة كنت أقول للمدرب أن السباحة هي رياضة أو عفواً الغوص هي رياضة نفس السباحة نظام السباحة ولكن أعطتنا معلومة يعني تعاكس هذه المعلومة كانت المعلومة اللي أنا أحبّيك يعني أشاريك هواياك وأن الغواص الشاكر هو لما يتحرك شكير كاك المياه يعكس السباحة لكن اللي قاعدين نسويها الآن الله يهديك يا ماريا مش كل غلط اللي نسوينا فطبعاً ليه الغواص لا يتحرك شكير كاك المياه عشان الحركة تبقى مص العقلات الإنسانية هي التي تتحرك فتأخذ من الأكسجين تعلمت الدرس نعم فتسكهلك أكسجين ككير فطبعاً نحن الغواصين نهتم أن نحن نحافظ على الأكسجين بتاعنا نعم طبعاً مدرب الغواص سام أحمد سلطان شكراً على وجودك معنا في حديث المسا نتمنى لك إن شاء الله أمس يا سعيدة وإن شاء الله نتمنى لك توفيق تحت أعماق البحر شكراً لك إذا أكيد مشاهدين من بعد الغواص لكن الغواص المختلف والمتنوع الذي بنتحدث معكم عنه ما يتعلق بأطلقت إدارة شرطة المنطقة الشرقية مبادرة مدينتنا مسؤوليتنا وهي المبادرة المنبثقة من مبادرة أخرى وهي إمارة مستقرة ووطن آمن والتي تعنى بتدريب العاملين بتأمين المنشآت الحيوية وكذلك المباني الحكومية بالمنطقة الشرقية نتعرف عليها أكثر مشاهدين من خلال هذا التقرير فلنتابق أطلقت إدارة شرطة المنطقة الشرقية بشرطة الشارقة مبادرة مدينتنا مسؤوليتنا ضمن مبادرة إمارة مستقرة ووطن آمن وهي من المبادرات التي تخدم استراتيجية وزارة الداخلية في تحزيز الأمن والأمان والحدة والوقاية من الجريمة في مختلف المناطق وأماكن الحراسة التي تركز عليها أعمال المبادرة بحضور سعادة العقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية والسيد عبيد سعيد الكندي مدير مستشفى خورفكان ومماثل المؤسسات الحكومية بالمنطقة الشرقية تؤكد المبادرة على أهمية دور حراس الأمن في عملية الوقاية من الجريمة من خلال التعامل السليم مع أي موقف وذلك بتأهيلهم لعملية المساندة في حفظ الأمن في مواقع تواجدهم وتشتمل المبادرة على حملات توعوية بمشاركة الدفاع المدني ومستشفى خورفكان من خلال تدريب وتأهيل المستهدفين من حراس الأمن في المباني الحكومية والخاصة ويحطائهم جرعة أمنية وتوعوية للتعامل مع أي موقف تشمل المبادرة تغطية ثلاثة مناطق هي كلباء وخورفكان ودب الحصن للوصول إلى نتائج مرجوة في الحد من وقوع الجريمة ومد جسور التواصل مع الفئة المستهدفة وزيادة الثقافة الأمنية لدى حراس الأمن من خلال المحاضرات التوعوية والتدريب العملي من قبل الشركاء في المبادرة حتى يكونوا على استعداد تام للتعامل مع الحالات الطارئة هذه المبادرة لا يتنصل عنها فرد كلنا صفتنا مواطنين أبناء هذه الدولة عامة وابناء هذه الإمارة خاصة تعتبر المسؤولية الملقعة لها تقنية مسؤولية فيها تحدي وحقيقة مستجفى خورفكان أيضاً لكل إمكانياته نضعها تحت تصرف وإدارة الإدارة والقيادة العامة لشرطة الشارقة ولا نتنصل حقيقة عن هذه المسؤولية ونعتبر شريك استراتيجي لنا أدوارنا التوعوية لنا أدوارنا أيضاً في مد يد العون والمساعدة لإنجاح هذه المبادرة بإذن الله سبحانه وتعالى يساهم مستشفى خورفكان من خلال المشاركة في تدريب حراس المباني الحكومية والخاصة بشكل دوري في عملية الإسعاف العاجل حال وقوع أي إصابة لحين وصول المزعفين للتعامل مع الحالات الطارئة في ختام المؤتمر عبر مدير إدارة الشرقة المنطقة الشرقية على شكره وتقديره لجميع الحضور ولكل الشركاء لتعاونهم في تنفيذ المبادرة ودعم الجهود والمساهمة الفاعلة في تحقيق نتائجها في حفظ الأمن والأمان في سائر مناطق الإمارة طبعا مشاهدين من هذه المبادرات المقدمة من إدارة شرطة المنطقة الشرقية نشكرهم على هذه الجهود التي تعم بالأمن والسلام على المنطقة الشرقية ودولة الإمارات بشكل عام ننتقل معكم إلى جانب آخر ومختلف ومشاهدين إسخر عالمنا بأنواع عديدة من الموسيقى بعضها موغل ومتعمق في العمق والتاريخ والآخر استحدث في سنوات الأربعينات والخمسينيات وما بعدها ومن القرن الماضي وذلك قردت فعل على ما يجري على أرض الواقع وكانت موسيقى الروك أندرول من بين الأنواع المستحدثة التي تمكنت رغم قصر عمرها وكونت لها عدد كبير من المستجيبين لهذا الفن اليوم نتحدث عن الروك الإماراتي عندما يمتزج هذا الفن بمواهب إماراتية دخلت وأبدعت في هذا المجال رحب معكم بأول عازف روك إماراتي الفنان محمد علي بافوري فنان نمساك الله بالخير مرحبا سهلا فيك مرحبا أخي محمد مسائك سعيد ومسائك فني اليوم إن شاء الله يتعلق بحضورك وكذلك ما يتعلق بمثل هذه المعاني التي أتوقع الكثير وده يسمع عنها صحيح مرحبا أبك فناننا الكريم محمد اليوم دعنا ندخل على الجو والأماس السعيدة والتي فيها بهجة وفرح كنا نحن اليوم آخر يوم في الأسبوع لكن نتكلم على ذاكرة فناننا محمد وما يتعلق بدخولك لمجال الروك كيف بدأت القصة؟ القصة بدأت لما كنت أظن كان عمر سبع سنوات أو ست سنوات قبل ستين سنوات ماذا صدر ماشاء الله حوالي 2005 و4 أظن جميل أو قبل شوية بعد إلا الآن الناس بيقدرون كم عمرك وصالوا وصالوا للحسبة فأذكر يمكن صغير أن أبوي الله يرحمه مع أخوي كان يطالعون المصارع اللي كانت WWF فأنا صغير ما أفهمش السارفة بس أنه يعني ما كنت ما أطلنا أنتباه لأنه ما فهمش اللي يصير بس أنه فيه أغاني كانت تطلع كان يكون فيه منتاج بين مبارا ومبارا نعم فهالأشياء جذبتني داما يعني هالأشياء اللي أنتبه لها مع المحادثات والمصارع والضربات ممكن مسالم مسالم بصدر قلوبنا تتعور على هذا بصدر فهالشيء جذبني ويعني فيه كم من أغنية تمت يعني في بالي وعقبها بكم سنة يوم بديت عارف كيف تستخدم الكمبيوتر يعني في البدايات يوم بعد اكتوت شبك النت بالواير بدأت يعني أتصفح الانترنت وقدرت أحصل هالأغاني وتعرفت على الروك فهنا كانت بدايات جميل وماشاء الله هذا الشغف كبر معاك ودائما كنت مستمر نكتب حتى عن هذا النوع من الموسيقى وهو الوحيد اللي أنت مارست كثير من أنواع الموسيقى هذا اللي أعرف أنك أنت مارست كذا نوع ولكن اللي يجذبك من بينهم الروك صحيح شو السبب؟ هل أن هذا النوع من الموسيقى هو اللي يعبر عن ما فيه خاطر المغني لأن دائما موسيقى الروك يعني هي فيها نوع من الارتفاع والنزول على حسب كلمات الأغنية فهل هذا هو كان السبب؟ هذا هو كان سبب الرئيسي أنه الغنية أغنية الروك أي غنية روك أنا دائما أتشوفها كأنك يوم تكون فيك ضغط فيك سترس تروح الجن عسى تفارق خطاقة فمرات لازم تتمرن بزيادة بشدة ومرات لازم تخفى على نفسك نفس الشيء الروك أن في بعض الأغاني تبدأ هي تكون هادية عساسا أنه بس تخلي الشخص يمر بمرحلة من المشاعر لما في النهاية يوصل للمعنى اللي يكون موجود داخل مرات واحد ما يعرف هو شو قاعد يسأل أو شو اللي يبقى جميل ففي بعض الأغاني مش شرط روك أي نوع من الأغاني سواء كلمات أو فقط مقطع موسيقي سواء كان من حتى من كلاسيك بتهوفن أو أي شيء تسمع سبحان الله فيه شيء يخليك خاصة عفش اللي لازم تسوي هذا تأثير الموسيقى هذا الحدث الفنان هذا الحدث صحيح فهل يجذبني يفرق في البداية أن الصخب اللي فيه وقف فجأة أن يهدأ وكيف يكون فيه تناسق بين هالثنين هل يجذبني يفرق في البداية مع أنه صح كان كلامت أنه أنا بديت أيام البتدائية نتعلم على الأشياء الكلاسيكية بضبط البيانو وبدأنا بالأشياء الكلاسيكية ونقرأ النوتات بسمنا أنا أذكرتني بأيام النوتات وحصة الموسيقى ومفتاح صول بالضبط فأنا في الابتدائي لم أكن نتبه على هذه الأشياء لم أكن أهتم فيه بس أنه أعقب شفت الروك بديت أهتم فيه فهل يجذب فيه أكثر جميل دعنا ندخل على لب القصيد مثل ما يقولون هل بالفعل هذه الفنون الآن فن الروك أو آلات الروك أو غيرها من الفنون التي تعزف عليها وتتغنى فيها موضوع تحضير الكلمات هل مثل المغنيين أو الفنانين الآخرين يعني يتعاقد مثلا مع شاعر معين أو يعني يتلمس كلمات معينة فيروح لملحن وبعد الملحن يتم عملية التسجيل في الستيديو ثم يتم تسويق ترويجها كيف مراحل إلى ما يتم إنتاج هذه المعزوفات خصوصا من الألبوم الغنائي اللي كان فيه أربع من الأغاني لك نعمل في أنا يعني وعيدين سألوني هالسؤال بالضبط أن أنت يمتألف أغاني من هو اللي تروح لي يكتبك أو من هو عندي كلمات جاهزة لك والله يحمد فدائما أقول لا أنا بروحي أكتب و بروحي ألحنة و بروحي أقدر أقعد وأطلع نوت مثلا نوت القيتار نوت البيانو نوت الغنى تلحين الغنى تلحين البيس يعني يحسون بصعوبة أن يصدقوني يعني ففي النهاية يعني من اللي أنت عرفت عليه من روك من تاريخ العريق موالا من الأربيانات الخمسينات أن كل هالفنانين كان يكتبون هالكلمات يعني بشيء كانوا هم يعيشون يعيشون ولا يتشوفون حوالهم سواء كان الحرب أو الفقر أو أكتئاب النفسي فكلها كان يكتبون هالأشياء لا يدارسون كيف تكتب كلمات أو الأشياء كان يطلع عوالية بضضط لا كان هناك شيء معين يجب أن تكتب كلمات لكن يطلع منهم طبيعي فهل ما اتجهت له نعم في الأكتاب فهذا اللي ميزك فنان محمد يعني أنتجت ألبوم في سنة 2018 أو 2018 عفوا 18-19 18-19 معلوماتي صحيحة أنتجت ألبوم وكان مجموح هذا الألبوم أربع أغاني وكل الأغنية كانت الجميل والمميز في تقديمك هذا الفن أنه فيه رسالة توعوية للمجتمع أو رسالة تحمل أهداف سامية في كلماتك بالضبط فشو اللي يخللك دائما أن يدفعك أنك توصل الرسالة للمجتمع من خلال الكلمات الجميلة التي تطرحها في هذا الفن الشيء اللي كان يدفعني أن أكتبه وأن أصل للحن معين في النهاية عندما تحس بشيء الكلمات تطلع وحتى اللحن مرات يطلع معه مرات يطلع اللحن أقل بكلماتي يعني تسمع اللحن وايد وايد حتى تبدأ تدخل وتطلع المعنى وراه وشو اللي تبقى توصله للناس فذيك الفترة كنت أنا أمر بأشياء سواء كانت من ناحية الدراسة ولا العائلة ولا الأشياء كل إنسان فعلي يمر بظروف معينة سواء كانت شخصية أول الأشياء كانت تصير حوالي ففي النهاية نحن كلنا بنيا عدمين فنحس بالشخص الثاني جميل فالأشياء التي أمر فيها أنا ولا للناس اللي حوالي هل الشيء خلاني أكتب عن هالشي اللي قاعد يصير لأنه حسيت أنه ما كان يتصلط على الضوء ويد من أشياء مش أشياء تتكلم عنها بشكل عام لأنه أشياء تكون مرات خاصة فسواء كان اكتئاب النفسي هاي الشيء الموضوع ما يتركز عليه ويد شو هم الأربع مواضيع اللي ركزت عليهم في الألبوم وأعتقد كل موضوع لقصة صارت لك معاه صحيح يعني واحدة من الغالي كانت عن الإحباط الإحباط نعم ماشي في حياتي ومو بلاقي شيء يديد بغض النظر على الأسباب سواء كانت إنه شخصية أو إنه أشياء خارجية فكيف توصل لهذا الحل لأنه أنا كنت في نفس المكان وعقب الحمد اللي أنا قدرت نطلع منا سواء كانت تشارك في النشاطات أو تحاول تشغل نفسك في شيء ملهم كتبت عن هذا الشيء والشيء ثاني فيه أغنية اسمها نيكوتين حابري سوت لك شوي صدع يعني فاللي يسمعها ولا يقرأ كلمات يقول لي أنت قعد تحث على التدخين بس بشكل يعني بشكل خاص أنه له معنى خفي فقط اللي بيسمع ويفهم اللغة الإنجليزية وبيتم يسمع الأغنية وبيتشوف التأثير بيشوف التأثير بيقدر يعرف المعنى الخفي فيها وفي النهاية المعنى الخفي هو أصلا رسالة أوعوية ضد التدخين توعية بالضبط جميل وأنا يعني هالغنية رسالة بشكل عام ليس فقط للتدخين لأي شيء أنت يعني يكون مضر لك إذا أنت تم وايد فيه ويكون مضر لك ليس فقط للتدخين أي شيء ثاني في الحياة جميل فهالرسالة كانت منهاني لدبواني بشكل عام طيب خلل نستغل هالثواني الموجودة أخي محمد خلل نتكلم عن طموحاتك نتدرس الآن في المجال الإعلامي نعم وكذلك ما يتعلق بمجالك الآخر اللي هو الغناء والفن نعم فأعتقد يعني موضوع خلل نقول الهموم المتعددة يعني سواء بالجانب الفني أو بالمجال الإعلامي وينت بيتوصل يا محمد من في مجال الموسيقى يعني إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله توفيق من الله بيكون الله يوفقك أن نرفع اسم الإمارات في المجال الفن جميل من الناحية الحالية الحمد للعالمين نقعدين نرتقي في كل المجالات صحيح فإن يطلع شيء مش متعودة علينا مثل الروك ونحاول وصل العالمية والنافس كل هالفرق والمغنيين العالمين اللي وصلهم في الروك ونراوي العالم حتى عيال زائد الشاب أو الشاب لهم الإمكانية أن يبدعون في هالمجالات ويحطهم بصمتهم فمجالا نوصل العالميا إن شاء الله عالي يا محمد إن شاء الله توصل في لقاءنا الآخر إن شاء الله توصل لمثل هذه الطموحات ومثل هذه الرغبات أكيد أهداف سامية محمد وتوفيق في هذا الفن المميز الذي أضفته أيضا إلى الفن الإماراتي وأكيد من خلال هذه الفرقة المبدعة التي جمعتهم تحت مسمى معين سيكون أهدافكم دائما سامية تطرحون أهداف للمجتمع ورسائل للمجتمع كل التوفيق محمد شكرا شكرا لك الله يعاقب إذن مشاهدين من بعد هذه المتعلقة بالمعزفات الموسيقية والفن فن الروك وآلة الروك التي تعرفنا فيها مع ضيفنا الموجود معنا إذن ننتقل إلى باب من أبواب الحياة وباب الثقافة إذا حضر بالتأكيد نصغي بكل حواسة لهذا الأمر انطلاقا من حرص دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية على ترجمة رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وضو المدلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة بأنه بالحراكة الثقافي أطلقت الدائرة أولى عروض برنامجها الثقافي الترفيهي سينما الأحياء والحدائق العامة اليوم بحديقة النحوة والتي متعرف عليها أكثر من خلال التقرير التالي تقرير التالي ورد لكم برثاني انطلاقا من حرص دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية على ترجمة رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة بالنهوض بالحراكة الثقافي ولنشر الوعي وغرس القيم إلى جانب تكوين فكر وثقافة الطفل خاصة وفئات المجتمع عامة أطلقت الدائرة مساء اليوم الخميس أولى عروض برنامجها الثقافية الطرفيهي سينما الأحياء والحدائق العامة ذلك بحديقة نحو الفعالية اليوم فعالية مختلفة يمكن الفعالية الثانية هذه السنة ماذا يبدو فيها وهذه السنة الثانية نحن يمكن أكثر ما يسعدنا في هذا اليوم فرحة اليهال والصاري الموجودين هنا يعني أول ما أخبرون عن الفعالية من أبس والأهالي مستعدين من أبس أنهم يحضروا هذه الفعالية أنا حسب معرفة من الأخوان أن الفعالية السنة هذه إن شاء الله ستكون مختلفة عندهم سنة مالأحياء ويمكن يدوب في السنة الماضية هم لكن في هذا السنة وبهذا السنة ستكون مختلفة شوية وعن ما لها مخرج وأفلام إماراتية محلية افتتح سعادة محمد خلفان النقبي عضو المجلس البلدي بمدينة خرفكان والأستاذ راشد الزعابي نائب مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية والأستاذ راشد الأميري مسؤول مكتبة دائرة الثقافة بمدينة خرفكان معرض الفن التشكيلية بالخيط قدمت خلاله مجموعة لوحات فنية بمصاحبة ورش عملية بالإضافة إلى الرسم بالخيوط والمسامير بهدف تعليم الطفلة التركيز والهدوء والتعبير عن خياله بالرسم فعالية أثارت انتباهي بصراحة وأنا أشكر للدائرة أن اختارتني أني أكون ضمنها الفعالية بأفلامي اللي أنا مسألها مختصة بالأطفال فيلم تيار الحياة أسود وبيض وخير جليس فبعرض للأطفال الأفلام وبتناقش وياهم بشوف إذا كانت كانت هذه الرسالة وصلتهم مدى تأثيرها عليهم لأننا عادة من الأطفال نستمد فكر ونستمد طاقة لكي نعطيهم أكثر وأكثر تضمن البرنامج أيضاً عرض مجموعة أفلام سينمائية إماراتية منها فيلم طيار الحياة خير جليس وفيلم أبيض وأسود شارك فيها الفنان عبدالله جنيبي مع مجموعة من شباب مركز الناشئة بالمنطقة الشرقية التي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية وتوعية الأطفال وبعد الانتهاء من الفيلم تم طرح مجموعة من الأسئلة أكيد مشاهدين من سينما الأحياء والحدائق هذه اللفتة الجميلة من دائرة الثقافة في المنطقة الشرقية هي بنفس الوقت إحياء لهذه الحدائق الموجودة في الأحياء السكنية واستغلالها في الجانب الثقافي فكل الدوائر حقيقة تسعى لإضافة لمسات مميزة على هذه الحدائق وبهذا الجانب الثقافي ووجود الفنانين أعتقد هذه اللفتة جدا جميلة بعرض سينما في هذه الأحياء السكنية بين البنازل السعيدة جميل جدا والشكر أكيد موصول دائرة الثقافة والشكر لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابع والإصلاع وصلنا معكم إلى الختام وفي الختام يطيب السلام المنطقة فيكم يتجدد يوم السبت إلى ذاك الحين تقبلت أحياتي أنا سعيد العمودي وزميلتي مريم ولكم كل الشكر وسائكم سعيد نهاية تسبوع على سعيدة مشاهدين الكرام وتصبحنا على خير ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة